أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مسألة منع العلاج عن المعتقلين أو تأخير العلاج عن المعتقلين مما يؤدي إلى مضاعفات سلبية تجاه صحة المعتقلين هي نوع من أنواع تصفية المعارضين للسلطة وهذا الإسلوب تتبعه السلطة منذ قديم الزمان فيقل مارست هذا النوع من أنواع التصفية البطيئة لسماحة الشيخ عبد الأمير الجمري رضو الله تعالى عليه وهي تمارسه اليوم مع غالبية المعتقلين في داخل السجن إما أن تؤخر العلاج عنهم ولا توفر العلاج المناسب أو تمنع العلاج عنهم وهذا ما وجدناه في موضوع توفير العلاج لسماحة الشيخ إيسى حمد القاسم اليوم قادتنا الرموز الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبداللهال حسين يتعرضون لنفس السياسة ونفس الأدوات ونفس الأساليب للتصفية البطيئة لذلك يتوجب علينا كشعب أن نقف الوقفة القوية ونرفع صوتنا آلياً للمطالبة بتوفير العلاج اللازم في الوقت المناسب لهؤلاء القادة الرموز فهي مسؤوليتنا كشعب ومسؤولية منظمات حقوق الإنسان أن تطالب بتوفير العلاج المناسب للقادة الرموز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته